حقف عند داية وأقول نخلي بالنا برضو كإعلام جملة أو إجمالي أن أنت بتتكلم أن ده منتخب صلاح مش منتخب مصر الحقيقة أنا بلوم فيه كلنا يعني كلنا ليه نتلام إذا كان سوشيال ميديا أو إعلام أو 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 لأن الحقيقة إحنا نخفل أن المنتخب مصر مش هو بس محمد صلاح ومحمد صلاح جزء من المنتخب لكن إحنا عندنا 26 بطل أو 27 مقاتل كانوا موجودين وكل التركيز وكل الكلام ما فيه شك على محمد صلاح ولكن إحنا دي بتاخدنا قوي بتاخدنا قوي لدرجة أن إحنا بننسى الأهم وهو منتخب مصر مصر فوق الجميع يا جماعة ولازم إحنا دايما نكون تركيزنا هو منتخب مصر ومش عايزين الموجة تاخدنا ويبقى الحديث على محمد صلاح وقراره ورجوعه طب إيه طب دا كويس طب دا وحش الحالة اللي إحنا فيها دي الحقيقة لازم تستلزم من الجميع هو الوقوف أمام منتخب مصر المصلحة الأولى والأخيرة في اللي إحنا كلنا وراها هي مصلحة منتخب مصر أكيد محمد صلاح مهمة بالنسبة لنا لكن محمد صلاح كمان جزء وجزء يعني أكيد مهم ولكن جزء من منظومة كبيرة ومن لعيبة كبيرة جدا ومن بعثة كبيرة بتمثلنا كلنا تمثل أكتر من 110 مليون بيمثلوا مصر فأكيد كل الدعم لمنتخبنا أكيد محمد صلاح عنده بعض القرارات الصائبة بعض القرارات الخطيئة وهذا القرار من القرارات الخطيئة في يعني في تاريخ محمد صلاح أعتقد كان من الأولى أنه يبقى في سحل العاج يساند فرقته حتى حتى لو شوية الإصابة تأخرت شوية لكن المواقف الحقيقة لازم تكون مواقف صارمة أنا راجل موجود في منتخب مصر بساند المنتخب أنا كابتن فرقى لازم أكون موجود مع المنتخب في الأوقات الصعبة دي آه هتأثر شوية ممكن غيابي طول شوية لكن أنا حاجة على الحتة دي كمان عشان خاطر منتخب بلدي أكيد دوت من وجهة نظر الشخصية ما كان يجب أن يقوم به محمد صلاح ولكن نقطة من الأول السطر النقطة دي تتحط محمد صلاح خلاص عرفنا كل الحدوطة بتاعته وكل التفاصيل بتاعته من دلوقتي خلاص أنا بتكلم ساعة ونص قبل بداية مباراة مهمة جدا جدا في تاريخ هذا الجيل مباراة إن شاء الله بإذن الله أنا على المستوى الشخصي متفائل بعض الناس بتقول أفضل إن محمد صلاح يمشي عشان الفريق لعب أحسن الكلام ده كله يعني كله كلام وكله ما فيوش أي نوع من أنواع يعني الجدية بشكل كبير عندنا فرقة كويسة أه عندنا فرقة كويسة ولكن إحنا كمان هنقابل فرقة كويسة طريق الراس الأخضر عندنا المشوار طويل عندنا المشوار طويل لكن زي ما بقول لحضراتكم نقفل أرجوك ونقفل الصفحة على موضوع محمد صلاح وانتقاله وعلاجه وده عمل ده سوى ده إيه خلينا مركزين في منتخب بلدنا خلينا مركزين مع الأبطال الموجودين هناك خلينا داعمين لمنتخبنا الآخر لحظة والآخر دقيقة لأنه هو ده الحقيقة هو ده المطلوب مننا دلوقتي هو ده المطلوب مننا دلوقتي نخلي كل انتقاداتنا وكل أراءنا المؤيد والمعارض لقرار محمد صلاح ده على جنب ويتنسي تماما خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله منتخب مصر يصعد لدور الستاشر ومن هنا تبدأ الرحلة ان شاء الله الرحلة الحقيقية لمنتخب مصر للحصول على النجمة التامنة ويسعدونا ويرضعونا أبطال ان شاء الله